مولانا يعني اللي يسمع منهم من هذا الفريق يعني الذي تسلط علينا في غفلة من الزمن بلا تخصص وبلا أهلية وإلا أهلية الميكروفون والزعيق وما إلى ذلك إذا سمعونا أقولك يعني تبا لهم لحوم العلماء مسمومة إيه بها تعبير لحوم العلماء مسمومة ولماذا يستخدم دائما في وجهنا يعني يلقى في وجهنا للتخويف ولا الترهيب وما إلى ذلك يعني هي ضرب آخر ونوع آخر من أنواع إضافة القداسة والتبجيل والتعظيم على صنف معين من هؤلاء طبعا لحوم العلماء مسمومة أيضا في الجانب الآخر يعني لماذا تستبيح لحوم العلماء هنا وتقول لحوم العلماء مسمومة عندك أنت أيوة ما كلتا وخليها على الكل أيو خليها مسمومة كلها خليها كلها مسمومة يعني اشمعنا مسمومة هنا ومش مسمومة هنا فهذا في الحقيقة أيضا إيجاد قدر من التعظيم بالنسبة لإنسان ليس متخصصا لو أن عنده التخصص والتبحر يبقى التواضع أساسي تماما يبقى لحوم العلماء مسمومة في هذه الحالة ونقول لا تتكلم عن مالك إلا عندما تكون كمالك ولا تتكلم عن الشافعي عندما تكون كالشافعي سيادتك في بعض الأطروحات التي طرحت يعني الحقيقة يعني كتمسر للسخرية أو لأن إنسان يقف منها موقف الباكي على هذا الوضع الذي قال إليه هذا الأمر بعض الشباب الذين قرأوا بعض كتب أهل العلم ولم يقرأوا هذه الكتب على هذه الشيوك حتى إنما قرأواها كتاب الحرود اشتريته وقرأ حر ووجدته يقول بأنه لا داعي للمالكية ولا الشافعية ولا الحنفية ولا الحنابلة ولا أي مذهب من المذاهب يعني أنت عايزي قال أنا أريد أن ألغي المذاهب الفخهية لا مذهبية ما فيش حاجة يسمعها مذهبية نحن عندنا الآن ونحن في عصر التقدم والتطور الكبير جدا القرآن الكريم قد طبع وهو موجود في كل الهواتف تقريبا والسنة المشرفة بكاملها عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمزي وأصحاب السنة جميع ومتاحة موجودة وموجودة على الهاتف مزبوط لماذا تجعل وسطها بيني وبين كتاب الله تعالى وبيني وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا أتعبد على مذهب أبي حنيف ولماذا أتعبد على مذهب أبي حنيف ولماذا أتعبد على المذهب الشافعي ولماذا كذا لماذا أجعل إلغي كلمة شافعي وملكي من القاموس أنت سيتك معا كده هو يقول أنا أتحدث عن لساني أنا أعتبر لساني أنا بس 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 أذكر الحجة بتاعته أو التوصيف بتاعه وبعدين طيب يقول هؤلاء الذين فهموا الكتاب من المالكية والشافعية والحنبلة هم رجال سلمنا بأنه رجال قال ونحن الرجال إذن هم رجال ونحن الرجال وهذه كلمة قالها الإمام وحنيفة عند التساوي لما تساوي مع التابعين قال إذا آذى الأمر للتابعين أو للصحاب فهم رجال وأنه نحن رجال رجل بلغ رتبة علمية كبيرة الإمام وحنيفة يقول ماشي ونسلم له ونقف له تعظيما لهذه المساواة لأن المكنة العلمية والقدرة العلمية موجودة عنده والتأهل لفهم النص موجود عنده والتأهل لفهم الواقع موجود عنده لكن هذا عيل هذا الذي يقول نحن الرجال وأنه هم رجال لا لأنت ما زلت في طور الطفولة حتى ولو ولم تنتهي الطفولة العلمية طبعا ولم تنتهي بعد حتى من مرحلة الرضاعة أنت لسه بترضع يعني علم أنت بتفتح أول كتاب ما عملت الشيء يعني حتى تسند إلى نفسك هذا الوصف المبجل هم رجال ونحن رجال فإذن كأن هذه المسألة يا فندم أنا الشيخ الفلاني أني حرير العالم المتقن المدقق الحبر الفهامة إلى آخرين مما يطفع على أشخاص لم يصلوا إلى حد التأهل الحقيقي هو مثل مثل هذا الشاب الذي قال هم رجال ونحن رجال ترجمة نانسي قنقر